حوادث سقوط الاطفال في الابا تتكرر كل عام وشار في بلدان مختلفة من العالم نجى فيها اطفال من الموت المحقق في حين غادر الحياة البعض الاخر في دجمبر من عام 2021 نجحت فرق الدفاع المدني بالعراق في انقاذ طفل تركماني مصاب بالتوحد سقط في بئر عمقه 35 مترا بمحافظة كاركوك حينها بدأت فرق الانقاذ بتأمين حياة الطفل اولا داخل البعر وذلك عبر انزال ينابي بيولوكسجين للحفاظ على بقائه على قيد الحياة وذلك كان تزامنا مع استمرار عمليات الانقاذ بواسطة المعدات والحفارات في الصين وبالضبط في مدينة شزوه وجهت فرق الانقاذ عام 2019 صعوبات في انقاذ الطفل لا يتجاوز عمره العامين بعدما سقط اثناء لعبه مع جدته في بئر عميق يبلغ قطره 40 سنتيمترا وبعد محاولات عديدة وامداد الطفل بالاكسجين كانت النهاية سعيدة بتمكن الرجال الانقاذ من انقاذ حياته في مارس من عام 2018 انتشل طفل هندي يدعى روشانسنج سقط في بئر عمقه 35 مترا تمكن فريق الانقاذ من الوصول للطفل وانقاذه ليخضع للعلاج بعد ان مكث ليومين في غياه بالجوب ومن حوادث سقوط الاطفال الخالدة في العالم والتي توبعت فصولها اعلاميا بشكل واسع كانت لطفل في الثالثة من العمر سقط في بئر عميق برومانيا سنة 2013 وبعد محاولات تكلدت بالفشل لديق قطر البئر تمت الاستعانة بطفل من سكان المنطقة في الثالثة عشر من عمره لينجح في انقاذ الضحية واخراجها واذا كانت نهاية بعض حوادث سقوط الاطفال في الابار سعيدة فان الامر ليس كذلك في كل مرة الجنوب الاسباني شهد عام 2019 حادث سقوط طفل في بئر بعمق 100 متر وعرضه 25 سنتيمترا فقط وتسببت طبيعة الارض السخرية في مرتفعات توتالان بمنطقة مرق في صعوبات وابطاء تقدم اعمال الاغاثة وبعد ايام من الحفر اخرجت طفل جولين جثة هاملة وكانت اسبانيا قد جندت انذاك مئات عمال الاغاثة ووحدات متخصصة من قوات الجيش والشرطة لهذه العملية غير المسبوقة التي حبست انفاس البلاد برمتها لاكثر من اسبوعين ترجمة نانسي قنقر